والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام ربنا احضرنا بين يديك ولا تجعلنا من المستخفين بذلك لاجعلنا من خير الشاكرين وخير الواعين لتلك المرتبة القصوى يا ربنا ارحمنا رحمة واسعة في الدنيا والاخرة امين امين يا رب العالمين اما بعد سلام عليكم ورحمة منه وبركاته من قرضة نازلنا بالفضل الله تعالى وبركاته نحاول ان نستشف بعد ما جاء في هذه الاية الكريمة وما خلقنا السماء من نصورة الانبياء عليهم السلام وما خلقنا السماء والارض وما بينهم العين مشكون شعب الضبط بعض اسرار هذا الخلق هم المختصون واسألوا يا ذكرين كنتم يتعلمون الليون عندهم يقولوا في الفلك الفيزيائي هما لاستن الفيزيكا ليها هما اولى بفهم هذه الاية مقاصدها وجيولوغ والاركيولوغ وكلهم المختصين بعلم طبقات الارض وعلم السخور وعلم الرمال وعلم الاثار والاعفير هؤلاء هما اولى منا بفهم هذه الاية الكريمة وكيام الصائنة وكلاب الكنائس وكلاب من يدعو الاسلام هم اللاعبون بهذه الحقيقة الكبرى على الخلق على الخلق اسألوا من هو الخلق لماذا لا تسألون هذا للماذا بكل مرة في احاديدكم في خطاباتكم في مشاكلكم هذه فكرة الخلق ما تدرش بكم مش مقاصد هذا مش قاصد خبير وتدعو الاسلام وتدعو الكريتينتين ويجد يجري اسم وين وين توقعين تعطى سيدنا عيسى عليه السلام عندي تورب وتقول او لورد او ديو انيك او الله وديت او جيسو كريست هذا العد تقدر حتى الادوار الدار الاول يرجع الى الله يعني هو الخلق ولهذا لا سيلة باي احد دعي ان يكون خلق مكان الله ابدا ولا ولا لا يقبل العب قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل لك انا ساوق هذه الاية مثل خواتر كل في القرآن جاءت بالحق ولكن هنا جاء الحق هنا منا موصول لفكرة الخلق وكشف اللاعبين الذين هد عنه او ابناء الله واحباؤه والذي اختار اختار ربي المنجيس المنكيد اللي اعب اختار ربي وثما اي خلق تحتول الله خلق العبد المنزمن المنزن ترجمة نانسية يقفر على زر مستوى أريد ما تريد عندما تتوقع فيрет أول مرة يتر dismissية ويقف منهم ترجمة نانسي قنقر هذا المعلوم شكرا